إسرائيل نفذت مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام على مدى السنوات الماضية غير أنها نادراً أما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات لكن تل أبيب مؤخراً باتت تستهدف قواعد ميليشيات موالية لإيران مثل حزب الله اللبناني كاستهدافها الشهر الماضي أنظمة دفاع جوية ببلدة الحميدية قرب ميناء طرطوس بحسب تقرير لقناة كان للعبرية هذه المحافظة التي تقع في غرب سوريا على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جنوب اللاذقية وتبعد 30 كم عن الحدود اللبنانية ويؤكد تقرير القناة الإسرائيلية أن هذه الأنظمة نقلت عبر سفن إيرانية كانت رست قبل نحو أسبوع في موانئ طرطوس مضيفة أن استهداف يوليو جاء وسط تحرك جديد من قبل الإيرانيين في سوريا لإدخال منظومة الدفاع الجوي لحماية مصالحهم العسكرية إدخال هذه الأنظمة الدفاعية إلى الأراضي السورية تم بحسب التقارير تحت إشراف قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني بتعاون مع النظام السوري ولم تكشف القناة الإسرائيلية عن اسم الضابط الذي نفذ المهمة أو أي معلومات أخرى عنه وبعد ضربة أمس أفادت أنباء بمقتل ضابط سوري وآخر إيراني مسؤولين عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى سوريا لكن إعلام الحرس الثوري الإيراني سارع اليوم لنفي مقتل لواء في الحرس